يعني يقال أن هناك ليس أقل من 33 وثيقة تاريخية تؤكد حدوث الطفان 33 وثيقة تاريخية لكن زي ما حق تفضلت الكثير منها يحتوي على خرافات لكن كلمة الله أين الخرافات فيها لا يمكن أن تجد وده مش غريب أن يكون فيه وثائق تاريخية كثيرة لأنها حقيقة مثبتة تاريخيا لكن الإضافات هي اللي كانت أسطورة كمان على كلام حضرتك يعني كثيرون من اللاهوتيين يقولك قصة أن الله أطعم إلي عن طريق الغربان القصة غير صحيحة تاريخيا لكنها صحيحة روحيا بتعلمك الاتكال على الله بتعلمك أن ربنا يقدر يسدد احتياجاتك قصة يونان في بطن الحوت دي مش قصة صحيحة تاريخيا لكن صحيحة روحيا بتعلمك أنك تقدر تصلي لله في كل وقت واسمع كلام ربنا وإلا حيحصل لك كلام مش كويس طبعا نحن نرفض هذا تماما لأن المسيح قال وعندما يقول المسيح الذي هو الحق يقول كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان لو قلنا الأولى مش تاريخية طبه يبقى التانية اللي هي ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة يام وثلاثة ليالي يبقى الكتاب كله زي ما حدك قلت يا إما يؤخذ كله يا إما هيضيع الكتاب ونحن نرفض أن الكتاب يضيع من بين أيدينا